السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتبعين قناة التعليم في الصلاة والخيطة بالقيد مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد اليوم ان شاء الله سنرى طريقة تفصيل وخياطات لاغوب بالكشكشة في البداية سنقياس التوب نرى التوب ماذا سيكفيني لهذا لاغوب الذي سنخدم اذا بالنسبة للقياس القماش هذا في جج متر وثلاثين سنتيم بالنسبة للطول جج متر وثلاثين كما ترون هذه الغوب تطلع زوينها في الخدمة ولا في اللبسة كما سترون معي ان شاء الله بحولها وبالنسبة للعرض التوب في متر ونصف اذا بالنسبة للقياس القماش فتفصيلها نرى كافية وهذه تخرجنا ان شاء الله لاغوب واخدومها بطريقة زوينة بحول الله اذا من اللقياس التوب نشيد هذا التوب نطلق التوب على طول نشيد الحشية ندير الحشية مع أختها نطوي على جوج ونعود نطوي على أربعة كما ترون بهذه الطريقة التوب نطوي على أربعة هذه الجهة التي تكون مسدودة هي التي نقوم بها جهتي ونقوم بطريقة ونقوم بطريقة القياس التي نخدم عليه هي الجهة التي تكون من الفوق من التحت ستكون الكشكشة من الجهة من الفوق ستكون مختلفة بطريقة على الجهة التي تكون من التحت ان شاء الله بحولها اذا بالنسبة سنبدأ في المقاسات هنا سنقوم بثمانية سنتيم هذه القياس الرقبة يعني العنق كان هبط بجوجة سنتيم هذه قاعدة معروفة لماذا تفهم شيئ او اي سؤال على الفصالة او الخياطة مرحبا اكتب لي السؤال في التعليق بالنسبة القياس الكتاف عندي 40 سنتيم مقسومة على جهة 20 زائد 1 سنتيم الخياطة وهي 41 سنتيم هنا كان هبط بثلاثة سنتيم هذه المقاسات معروفة في المقاسات الكتاف دائما كان هبط بثلاثة سنتيم كان طراصي لكي يبدأ الطراصات الكتاف تبعين هذه المقاسات التي اخذت بالنسبة لهنا نقلب على المقاسات الصادر من الحدثة هنا سوف نحبط بثلاثة وعشرين سنتيم كان هبط هنا من الكاتف من المكان الذي ازلت فيه بثلاثة سنتيم وكان قياسة الكتاف حتى المكان الصادر 23 سنتيم و هذه القاعدة هذه ممكن لها التغيير يمكن أن يكون اكثر و يمكن أن يكون اقل هذا المكان الذي وصلت فيه 23 سنتيم منه سوف نخرج القياس الصادر هنا هنا نقص على مقاس الصدر بالنسبة للمقاس الصدر هنا 28 سنتيم نقص على قياس الصدر نحاول أن نبين هذه العبارة التي يبط به من الكاتف من حتل الصدر 23 سنتيم هذا هو المكان الذي سوف أخرج منه الدورة للتركيز هنا نقص على 3 سنتيم ونقص على 3 سنتيم ونقص على دورة للتركيز ونقص على دائرة المكان الذي سوف أخرج فيه هذه العبارة سوف تكون بالكمام كما سوف ترون معي هنا نبط بـ 26 سنتيم هذه الـ 26 سنتيم سوف نقص على الدخلة من جهة الحزام سوف نستطر على ونقص على القياس نفس القياس الصدر هو القياس الصدر 28 سنتيم هنا بالنسبة للصدر 28 سنتيم ونقص على الدابة سوف نقص منه 1 سنتيم في المكان الذي سوف ندخل فيه 28 سنتيم في الصدر ومكان الذي يدخل الدابة 29 سنتيم هذا القياس الصدر سوف نقص على الدخلة سوف نقص على الدخلة 2-13 سنتيم هذا هو المكان الذي ندخل فيه 100 سنتيم لكي تأتي مجموعة من هنا من الحزام لكي تأتي لكي تأتي لديها رائعة جدا كما سوف ترون معي بالنسبة للطول هذا القياس الصدر بـ 1 سنتيم سوف نقص على 1.10 سنتيم زائد القياس الكشكشة التي سوف نقص على الدخلة هنا نقص 1.10 سنتيم زائد 1.10 سنتيم من الخياطة سنتيم من فوق و سنتيم من جهة من تحت 1.12 سنتيم نقص على نعلم هذه العبارة التي قمت لماذا لا تفهم شيئا أو أي سؤال على الفصالة أو الخياطة مرحبا اكتب لي السؤال في التعليق وأنا سوف نقص على إن شاء الله بحوله لا تنسوا اشتركوا لايك الفيديو إذا كنتم لا تشاركوا معي في القناة اشتركوا معي في القناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم من جديد دائما إن شاء الله بحوله هنا هذا المكان الذي أخذت من الطول لغوب نقص هذا التراسج حتى نخرج في الحزام لغوب هذا التراسج الذي قمت في الأول هنا سوف نقص هذا من المكان الرقبة العنق كانت باعدك التراسج دائما التراسج خليه اهتيبا لكي تعرفوا العبارات التي أخذتها وكتكونوا متأكدين منهم ضرورة تبكي يكون متقاد في الأول هنا كنمشي كنقاد كنت باعدك التراسج الذي قمت وكنا نهبط كنقطع لغوب الجهة التي ستكون من الفوق كنت باعدك التراسج كنخرج هنا شوكا كنت باعدك التراسج الذي قمت الحساب العبارات الذي قمت باعدك كما رأيته هذه تكون فيها 110 وزائد سوف نزيد هذا الطرف الذي ستكون لكشكشة ليس لها من تحت أي حد لا تفهم شيء اكتبه لي في التعليق وأنا سوف نجاوبه إن شاء الله أحب أنا أتأكد من هذه القياسات هنا بالنسبة للقياس الطريقة التي قمت بها طول نقوم بها أعلى مكان في الكتف ونبقى دوار هذه القياس نفس العبار يجب أن يخرج لي ساير وداير لم يأتي الأمام ولم يأتي الجنب ولم يأتي الأخير لكي يأتي لغوب يأتي نفس القياس الذي يأتي لم يأتي الأمام ولم يأتي الأخير لم يأتي الأخير لأن عندما قياسنا أو أعلى مكان في الكتف من طريقة من مكان لأنه لم يأتي الكتف ومكان البعض أتأكد من الأخير يأتي الأخير söyleyeي أجد وأيضا أو أخير أصبح طوال من المكان ولذي يأتي الأخير من ان اثن هنا على الوضع المنظم بلسك وأعام بلسك نظم المنظم لون وما ذهب النظم نحيط هذه الجهات الخلف و نجعل جهات الأمام ردوا البل بل تخليهم بجوج و تقطعهم حتى الجهات الخلف ضرورة ردوا البل مزيان هنا قليت جهات الأمام بوحدتها سنقطع فيها الكول و مازال عني الخدمة في الجهة التركيز كما سوف يرونه معي هنا لا نفتح هذه الفتحة للكول حيث تأتي مجموعة الصدر بوحدته هنا نشيط هذه الجهة التركيز في الجهة الأمام و ندخل فيها سنتيم و نصح ترجل سنتيم في هذه المكان و من هنا ندخل قليل كثير من الكتف لتركيز يبقى نفس العبارة الجهة الأمام و نفسه يبقى في الجهة الخلف لكي لا تكون جهة أكثر من جهة هنا سنشيط التوب لكي لا تكون جهة أكثر من جهة أكثر من جهة أكثر من جهة أكثر من جهة الأمام و جهة الخلف و نخرج من جهة الكمام كما سوف يرونه معي هنا كما ترونه جهة الأمام و جهة الخلف هذا جهة الصدر و جهة الرقبة الخلف إذن فهنا سنعمل التبطين لهذه الكول التبطين سنعمل أبانده سنعمل كل حجمه صغير يبقى بالنسبة للحجم يبقى اختياري و يبقى كل حجم يبقى تبطين كبير يبقى اختياري هنا نزل الصدر و نزل على طرف التوب الذي سنعمل عليه التبطين و نذهب إلى تراصي بهذه الطريقة كما ترونه نفس الطريقة التي طرفت بهها الكول و نفسه كان قيص و كان طراصي بهذه الطريقة و بالنسبة للحجم يبقى اختياري كما ترونه 10 سنتيم و أنا هنا سنجعله 5 سنتيم وهذا ما سنجعله في العرض تبطين هذا حيث يجب التبطين الداخل هذه الجهة الأمام ما زال سنعمل الجهة الخلف سنعمل المرحلة الكشكاشا و الكمام كما سنجعله معي إن شاء الله بحوله لماذا نفهم شيئا اكتبالي في التعليق و سنجاوبهم إن شاء الله بحوله جميع التعليق نقرأهم و نجاوبهم و نشكركم بزافة للتفاعل شكرا جزيلا لكم و للدعم كما سنجعله نقطع على سبات التراسج التي تجعله لكي يتم تقعد نفس العبار هنا بالنسبة للقياس يبقى اختياري لا أريد أن تدير القياس كثيرا من هذا لا يوجد مشكلة هنا أريد أن نقوم بعمل هذه الخياطة لكي يأتي من دفونة لداخل هذه الخياطة حيث لا تكون عمارة حيث هذا الكل يقوم بعمل هذه الخياطة و إذا لم نقوم بعمل هذه التفافة لا تستعمل هذه الخياطة و لكن ما لدينا سفافة لا تحتاج عمارة كيفية الخياطة وأنت أريكم ان نقوم بفترة و كيفية في الخياطة التبطين هذا كما سترى معي اذا هنا نتراسي القياس للظهر للخلف كما سترى نفس القياس نضع 5 سنتيم بالنسبة الحجم العرض للتبطين نتبع على القياس الذي نضع بالمقص هو نفسه الذي نضع كما يأتي نفس العبارة مضبوط يأتي مساعد في الخياطة كما ترى هذه الرقبة التي ترسلت عليها سأجدتها صغيرة يمكنكم أن يكون هذا اختياري يمكنكم أن تفهموا مع الكليانة ومعها وشبهات التبطين يكون كبير الحجمه أو يكون ما بينه ما بينه ما بينه طريقة كما ترى بالنسبة الجهة الأمام والجهة الخلف يكون قليلاً بينهما بالنسبة للفصالة والجهة الخلف تكون زائدة قليلاً على الجهة الأمام من ناحية الصدر هذا الجهة الصدر لماذا تأتي هذه التبطين التي تكون بعض المرات في الصدر ستجد بعض الناس من الجهة الصدر مجموعة 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 من الأحسناتك لماذا ندخل فيها 100 سنتيم التي تكون قبل هنا سوف ندخل الطريقة التي سوف نفصل بها القياسة الكشكاشة كما سبق وذكرت بالنسبة لطول هذا الذي تكون من الفق خليت فيها 1.12 طول 110 زائج سنتيم خليتها 1.12 وفي القياس سنزيد 30 سنتيم لتخرج للغوب سيكون 1.4 بالضبط 1.38 حيث سيضع خليتها مجموعة من الفق هنا نضع القياس في الأول تبك لي لنضع الكمام قبل نقطع الكشكاشة سنين نرى ما الكمام سيكون 30 سنتيم 30 سنتيم زائد القياس هنا سنقطع 60 سنتيم بالنسبة الكشكاشة سنقسم على نقص من هنا 60 سنتيم سنقطع 60 سنتيم هذه الكشكاشة سنقص هذا الطرف الذي سيبقى لي سنخرج الكمام هذا الطرف الذي كان نحيي الضابة سنقص 60 سنتيم سنقص بهذه الطريقة لكي تكون جهة الأمام و جهة الخلف نتأكد من التوب مطوي لا تكون جهة جهة هنا نقطع جهة سنقص جهة الأمام والجهة الثانية ستكون جهة الخلف نفس القياس سيكون بحال بالنسبة للقياس لا نقص كما سنقص هذا العبارة كما سنقص الطريقة بالنسبة للقياس بالنسبة بحال طريقة هذه الجهة الفقانية الأغوب سنقص 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 في الكشكاشة كشكاشة غالبا سنقص 15-20 سنتيم بالنسبة للقياس سنقص 20 سنتيم سنقص كشكاشة سنقص سلج która سوية 25 سنتيم سنقص zum 15 سنتيم سنقص سنتقص من مستقص العبارة سنقص سنقص 20 سنقص سنقص 20 سنقص 20 20 سنتيم نسبة طريقة تأتي بحالة مجموعة سوف نبركم في الخياطة كيف تصبح من المخدم اي احد يوجد سؤال للفصالة او الخياطة مرحبا تبليد سؤال في التعليق و انا سوف نجاوبك ان شاء الله يحاول الله هنا نتأكد من القياسات 20 سنتيم هي التي تجعلتها زائدة ثم سنتيمتها مرحلة ثم سنتيمتها سنتيمتها الكمام كما قلت اطلقوا بها سيجيب الكمام ما هي التي تبقى لها؟ سنتيمتها 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 اذا تبقى كافي وكيف يطمون ان يحتاج الاطراف هنا بالنسبة للتركيز بالنسبة للتركيز سنتيمتها 25 سنتيم هنا كان عبار 22 سنتيم من هذا المكان 22 سنتيم سنتيمتها زائد سنتيمتها سنتيمتها 25 سنتيم نبط 11 سنتيمتها 11 و 12 اطلقوا 25 سنتيمتها هذه الطريقة التي نستعملها بالنسبة للتركيز دورات للكوم. دائما هذا القياس الذي يكون عندنا نقسم منه ثلاثة سنتيم. لكي في هذا المكان هذا يعطينا نفس العبارة للتركيز اللي بغينا. هذا 25 سنتيم سنقسمها على جوج. ستعطيني 12.5. سنقسمها على 4. هذا 12.5 سنقسمها على جوج. هذا المكان هنا ندخل ب 1 سنتيم. والجيال من الفوق نخرج ب 1 سنتيم. هنا بالنسبة للطول للكوم. سنقسمها على 57 سنتيم. زائد جوز سنتيم الخياطة هي 950 سنتيم. بالنسبة للرأس للكوم. سنقسمها على 14 سنتيم. مجموع ونمشي. نسعطي الكوم. نسعطي الكوم. سنجعل هذا التراسج كليلا. كنت بعمل. هذا التراسج الذي قيز صعدته ونحتكing. كنت تبعم به. أتمنى أن أعجبكم هذه الفيديوهات التي أقدم لكم لا تبخلوش عليها بلايك الفيديو جيم الفيديو اشتركوا الفيديو مع الناس الذين يهتموا في هذا الميدان لتفصيل الخياطة لكي يستفيد الجميع ان شاء الله بحول الله فعلوا الجرس إذا كنتم لا تشارك معي في القناة اشتركوا معي في القناة وفعلوا الجرس لكي لا تكون جديد لكي ننزل فيديو جديد تكونوا أنتم الولاء الذي يوصلكم الإشعارات ان شاء الله بحول الله هذا هو مل كمام هذه الأغوبة التي تكون من الفوق هذا الطرف الكشكاشة سوف نزول المرحلة الخياطة ماذا سوف نفعل؟ هذه البانضات التي سوف نخدم عليهم الكل تبطين أول شيء سوف نبدأ بها سوف نركز الكتاف نقوم باستخدام الكمام بالنسبة لهذا الغلي إذا كنا جميعا بدأت استراج سوف نقوم بأستخدام الأحفاء إذا كنا لا يستطيع استراج سوف نقوم بأستخدام الأحفاء لتبقى هذه الخياطة هنا سوف نقوم باستخدام نضع الجهة الخلف والجهة الأمام والجهة الأمام والجهة الأمام نضع 1 سنتيم نضع الجهة الثانية بنفس الطريقة أرد مضروري في البداية والنهاية الخياطة لكي لا تتحل لنا هذه الخياطة سوف ندوز في المرحلة سوف نضع نضع هذه البندات سوف نضع الجهة الأمام والجهة الخلف سوف نضع الجهة الأمام والجهة الخلف سوف نضع الجهة الثانية من نفس الطريقة سوف نضع الوجه مع الوجه سوف تكون ضائرة قليلا بشكل الرقبة سوف نضع الجهة سوف نضع جهة جهة على جهة القتف ونزلها على الخياطة الكتف هنا في هذا المكان في جهة الصدري من الأحسن ونزلها أو كيرانة بالمقص لأنه لا يوجد لا يوجد الكتف كثير من جهة هنا نبدأ من الكتف ونزل أرطمو هذا البندا نزلها ونزل خياط سنتيم الخياطة نزل خياط طريقة عادية نزل خياطة 1 سنتيم هنا نزل خياطة لكي لا يوجد الكتف أكثر من جهة ونزل خياطة هذه الجزئية بسيطة إذا لم يأتي في الخياطة يمكن أن تضيع مفصالة كاملة ونزل خياطة كرانة تكون على الكرانة ونزل خياطة ونزل خياطة ونزل خياطة ونزل خياطة ونزل خياطة ونزل موجودة من الغل ونزل خياطة ونزل خياطة ونزل خياطة لا يوجد المشكلة بأن يكون بعد جهة كمشي كن خياط كمشي بسنتيم ديال الخياطة بغيتو تديرو اقل ديرو اقل نصف سنتيم وكملوها هادك الباندا الليدر تانا ديال تبطين كيكون داير الحساب الكل كيما داير الكل تاوه كيكون داير من نفس ونفس الطريقة كما كتشوفو كيجي متفون الداخل تبطين ديال ديال الكل كيجي متفون الداخل طريقة زوينة هنه دابا قد ندوزو المرحلة ديال قد ننخيط الكم تركيز ندير ارطمو طرورة ندير ارطمو وكنن نمشي واحد سنتيم ديالي ديال الخياطة كنكسيري طريقة سهلة قد نوركم نهاية ديال الفيديو كيفاش طلعت هاد الاغوب بالنسبة للنوع ديال التوب يبقى اختياري الاشكال الادواق تختلف هنا قبل ما نبدأ الخياطة ديال الكشكاشة كنرخف هذك التنسيو احتل التالي وكنزيد في الغرزة كنردها في الخمسة وكننمشي كنخيط على الحريف ديال السرجي وكنت أختياري نحن الضغط كما يروني طريقة نشد الخيط ونجر الخيط كي تجمع الكشكاشة ومن الناس الذين لديهم السباط الكشكاشة لا يحتاجون لإستعمال هذه الطريقة هنا نشد الخيط ونجر ونجر الخيط ونجر الخيط ونجر الخيط بالخيط ونجر الخيط واحد عشان حتى إلى أن أصول العبر ونجر الناس الذين لدينا قد ينصل إلى المجر ونصل إلى العبر ونجر الخيط في كل الأمور ونجر الغرزة كما تصيب في القبر سواء كل شنر والسناول والمعناء نخيط على هذه الكشكشة التي تجمعت لكي يشد بلاسه حتى عندما قمنا بتطريقة هذه خلينا الخيطة لكي يكون الخيطة محلول سوف تحلينا لكي نخيطها لا يبقى لنا نفس العبار هنا كمشي نطيحها نخيط عليها لكي يأتي القياس يبقى ثابت كما ترون هذه الطريقة التي تحولناها بصباط عادي لا تحتاج لكي يتصباط لا يوجد سباط الكشكشة لا يوجد سباط الكشكشة هنا نضع أرطم نضع الكشكشة من تحت ونمشي كامونطي هذه القيامة في جهة الكشكشة نمشي بواحد سنتيم الخيطة ضروري نمشي كامونطي نخيط غير بشوية لكي يجب أن تحصل لكي يكون نضع الكشكشة كلها نضع أرطم نضع أرطم هنا كما تشاهدون معي تجيب هذه الطريقة هذا سيجمع الجناب نبدأ من فوق من جهة الرأس و كانت خياط 1 سنتيم الخياطة رأسكم في 1 سنتيم الخياطة بالنسبة للتوب كما سبق ذلك يبقى اختياري يمكن لكم تعزلوا الشهوة لكم وتفصلوا بحالة الأغوب ستطلع زوينة في الخياطة احتفل فصلها سهلة كم شيء نكمل كما نبط نخيط هذا الجهة الكشكاشة التي قدرت يجب أن تقضي الخياطة لا تكون مديكاليا هذه الخياطة تكون نزلة على الخياطة الجهة أمام الجهة الخلف كما ترون لا تكون الجهة هبطة وجهة طلعة يجب أن يكون متقدم كما ترون الخياطة مخدمة طريقة زوينة نضع أرطمه بالنسبة للجهة الثانية كما ترون الكشكاشة نضع أغلي نضع أغلي نضع أرطمه المنزل من المنزل يمكن أن نضع خلف الخياطة في الجهة الأمام هنا نكمل الخياطة كما ترون نتجة النهائية نتجة النهائية كما ترون يمكنكم تخدموها في أنواع أخرى التوب طريقة رائعة جدا كجي مجموعة هنا الفيديو نهاية الله تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته